رقمنة المالية العمومية واحدة من مجالات العمل للمساعدة والمواكبة للدول خاصة نامية منها عمل تم تسرعه من طرف صندوق النقد الدولي وخاصة بعد فترة جائحة كوفيد 19 وهو ما قد يكون له تأثيرات إيجابية جدا على الماليات العمومية وهو ما يؤكد عليه ساليندرا باتينياك نائب مدير قسم الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي يدعم الدول عندما تحتاج إلى قدراتنا التطويرية في هذا النوع من الدعم عندما تجد الحكومات صعوبات في إعداد استراتيجية للإصلاح وتقييم مواردها نرسل فريقا مختصا إلى هذا البلد تحقيق الحكامة والشفافية كما التوازنات المكرو اقتصادية إضافة إلى تحسين تدبير المالية العمومية وتأمين مواردها كما تحسين تقديم الخدمات للمواطنين بعض مما تمكن من تحقيقه عملية رقمنة المالية العمومية والنموذج من الفلبين مع وكيل وزارة الميزانية وتدبير خوسليتو باسيليو موارد صندوق النقد الدولي ومهامه أصبحت دليلا يمكن من اتخاذ إجراءات واقعية وصارمة بينها رقمنة الميزانية وبتأكيد مأسسة رقمنة التبادل والقدرة على البناء وقد بدأت الحكومة في اقتناء الأنظمة المعلوماتية اللازمة لهذا الغرض دعم دول النامية بهدف تمكينها من رقمنة طريقة تدبيرها لمواردها وكذا المالية العمومية وإعداد ميزانيتها عبر مصاري جوبتاج أحد سبل الدعم التي يقدمها صندوق النقد الدولي وسيلة أثبتت فعاليتها حسب مسؤولي الصندوق لإضاءة ميدي آمي مراكش محمد الغول